قدمت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن استقالتها إلى رئيس إمانويل مقغون وذلك في عقاب خسارة تحالف الرئيس للأغلبية المطلقة في البرلمان ولكن مقغون رفض استقالتها بحسب ما أفاد قصر الإليزاي وسيجي مقغون المشاورات السياسية اللازمة من أجل تحديد الحلول البناء الممكنة لخدمة الفرنسيين حسب ما ذكرت الرئاسة الفرنسية قبل سلسلة اجتماعات مع قادة الحزب يومي الثلاثاء والأربعاء في الإليزاي وتأتي استقالة إليزابيث بعد يومين من خسارة حزب الرئيس مقغون الأغلبية في البرلمان الفرنسي في نتائج وصفتها بأنها خطر على فرنسا وأظهرت نتائج الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية التي جرت الأحد نيل تحالف معا بزعامة مقغون 245 من المقاعد 577 في الجمعية الوطنية مقابل 131 للإتلاف اليساري بقيادة جان لوك ميلانشون وتسعة وثمانين لحزبة الجمع الوطنية اليمينية المتطرف فيما حصل حزب الجمهوريين من يمين الوسط وحلفائه على واحد وستين مقعدا علما أن الأغلبية تبلغ 289 مقعدا وتشكل هذه النتيجة تراجعا عن النصر السحق في انتخابات عام 2017 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر